بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي محاكاة لحبيبات الماء في حالته السائلة إذن لنلاحظ كيف تكون الحبيبات الماء جزيئات الماء تكوينها أولا مما هي مكونة كما نلاحظ في الصورة كل حبيبات مشكلة من ثلاث ذرات ذرة باللون البرتقالي وهي التي تعبر عن ذرة الأكسوجين وذرتان باللون الأبيض وهما الممثلتان لذرتين الهيدروجين إذن نحن قلنا أن المادة في الحالة السائلة تكون حبيباتها متباعدة نسبيا وتكون أقل اضطرابا من الحالة الغازية يعني في حالة حركة وأكثر اضطرابا من الحالة الصلبة إذن قلنا هذه محاكاة لحالة الماء أو للماء في حالته السائلة إذن هنا المظهر العياني الماء موجود في الحوض أو في إناء وهنا الصورة المجهرية أو الميكروسكوبية إذن هذا بالنسبة لهذه الاستراحة القاسرة التي أردنا أن ننوركم بها فأسأل الله العلي القادر أنكم قد وفقنا في الاختيار كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة أخرى إن شاء الله